في سؤال برضو مهم من الأسئلة اللي جات الأخت الفاضلة يعني هي بتقول اسمها شوشو أنا مش هقول بقيت اسمك هي بتقول 29 سنة ومش متجوزة وعلى علاقة بشاب أصغر منها بتلت سنين وهو متجوز ومخلف وبتقول كنا زمايل في الشغل احنا الاتنين بنعمل في مهنة مرموقة وبتقول أنا بنت عائلة كبيرة وأهلي محترمين جدا ومتدينين ومستواهم كويس وربوني كويس جدا وبتقول يعني أنا وصلة لأعلى المناصب لكني أنا غير متوقفة على علاقتي بهذا الشاب هي بتحكي حاجة مهمة جدا برغم أن الرسالة طويلة لكن هنختصر لكن لفت انتباهي قضية مهمة قضية أن الإنسان يبتدي شيء غلط وما يوقفش نفسه إذا ابتدى الشيء الغلط ولم يوقف نفسه عن ذلك الأمر إن جرف إلى ما هو أكبر من ذلك الذي ابتدأ به وده اللي هي بتقوله بتقول أنا فجأة حبيت أدخل على مواقع التشات واتعرف على ناس وليت نفسي بتعرف على ناس وحشة جدا وأسمع وأقول كلام من أسوأ ما يكون مع ناس عديمة الأخلاق لحد ما تعودت على كده وبتقوله لما قربت من ذلك الشخص كان سهل جدا مسألة الغلط فتجاوزنا تجاوزات كثيرة جدا جدا لكن بتقول هي كنت بحاول أقاوم لكن بضعف وكل مرة بقول أنا بتوب لكن برجع مرة تانية وبعدين هي بتقول إنه أنا عايزة أعرف أنا دلوقتي لو تبت يعني إيه وضعي وهل أنا لما يعني بتبدأ تدخل في الأمر وترجع تاني هل هي كده تابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى إن صدقتي في التوبة ما يمكنش أبدا ترجعي إلى ما كنت عليه لو صدقتي في التوبة إنما إحنا دي مش توبة الناس الصادقة إنما دي توبة الكذابين الإنسان اللي فاهم نفسه إنه يروح يعمل الغلط وبعدين يرجع يتوب بعدين يرجع يعمل الغلط وبعدين يرجع يتوب دي ما تتسماش توبة إنما بقول بيدي لنفسه مسكن إن أنا يعني تجاوزت المرحلة دي وإني أنا ايه أو مراجع أعود لمثل ذلك الفعل السيء مرة أخرى ليست هذه بتوبة التوبة الصادقة هي التوبة النصوح والتوبة النصوح كما عرفها أهل العلم فقالوا هي التوبة التي توصل الإنسان إلى مرحلة أن يبغض الذنب كما أحبه يوصل الإنسان لمرحلة من الكره الشديد لحال المعصية إزاي أنا تجرأت على فعل تلك المعاصي إزاي كان أنا عندي هذه الجرأة فأصل إلى محالة نفسية فيها كره شديد جدا لمسألة إني ارتكبت معصية أو كره هذه المعصية اللي أنا وصلت إلى إني أنا خلاص مش قادر أفارق دي أهم نقطة في هذه المسألة وما ترجعيش للذنب مرة تانية لإن حيائك من الله لو صدقت التوبة يمنعك حتيبقي شايفة أمامك رب العالمين سبحانه وتعالى بقلبك فبالتالي يحدث عندك حالة من الحياء إن إزاي أنا أرتكب هذه القاذورات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه فعل المحرم ده النبي قال عليه وصفه بالقاذورات النقطة التانية أنا دلوقتي في هذه الحالة لما تبت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى وصدقت في هذه التوبة لابد على طول من قطع هذه العلاقة مع ذلك الشاب لإن طول ما فيه بنا كلام طول ما فيه بنا رسائل طول ما فيه بنا هذا التواصل مش هتقدري تكفي نفسك لإن أنتوا تعودتوا على صورة معينة من الخطأ النقطة التالتة في مسألة التوبة إنه الإنسان في حياته معرض إنه يصنع كثير من الصغائر وقد يمر ببعض الكبائر فالإنسان إذا أصر على الصغائر أحالها إلى كبائر والإنسان إذا بدأت رجله تدخل في فعل بعض الكبائر ولم يردع نفسه بالتوبة الصادقة التي معها العزم القلبي والإرادة الحقيقية على ألا أقع وألا أقرب من فعل هذا الأمر أو هذا الشيء السيء مرة ثانية مع الإقلاع الفوري مع البعد عن هذه الأجواء التي قد تدفع بي وتجعل هذا الأمر يسير يبقى أنا حرجع أقع مرات ومرات ومرات العبرة مش في إن الإنسان أو إنه الإنسان يقف عند ارتكاب الفعل صغر أو السيئة صغرت أم كبرت إنما الحقيقة هي إن الإنسان يتجاوز هذه المرحلة بالتوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى لأن ارتكاب الإنسان لبعض المحظورات أمر طبيعي لكن الإصرار عليها أمر مش طبيعي لزمها أمر مش طبيعي فما لاش أنا يكون عندي إصرار على المعصية لدرجة إني حوصد إلى ألف المعصية تبقى حاجة طبيعية زي ما أنت قلت بدأتي طريق مش منضبط تشات وتعرفي عن ناس وتتجاوزوا ونتكلم كلام مش مظبوط وندخل في حالة سيئة فالتشبه بأهل المعاصي معصية والرضى بفعلهم معصية والتجاوب معهم خلاص انغماس ووقوع واقع في المعصية وطريق غي لا نهاية له إلا لو الإنسان لم يردع نفسه لن ترتدعي فلابد من أنك أنت تؤفي كوني ارتكبت معصية أو وقعت عدت فترة من الزمن هكذا خلاص أنا مش هبص على المرحلة دي أنا فين دلوقتي أقلع عن ذلك الأمر الإصرار على ده شيء يعني مصيبة كبرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من الصغائر ومن الكبائر وحتى من الإصرار على الصغائر فالنسان يقول لك دي حاجة صغيرة دي صغائر دي لمم لمم على لمم صغيرة على صغيرة يحلها إلى مسألة أو إلى ذنب كبير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك ملابد من الاكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الاكثار من الاستغفار صلي ركعات كده لله بالليل إن شاء الله ركعتين يوميا يكون لك ورد من القرآن الزم الصالحين واجعليهم دول هدفك وإذا أنت صدقت التوبة هتوصلي للحالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشر بيها بأنه إن العبد لا يذنب الزم فيدخل به الجنة قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يكون نصب عينيه تائبا منه فارا حتى يدخل به الجنة كل شوية يفتكر الزمب ده فيتكسف من نفسه فيجدد توبته فيبدأ بالاستغفار ويبدأ بالصالحات من الأعمال إن الحسنات يذهبن السيئات وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوبة الصادقة ترجمة نانسي قنقر